اشتركوا في القناة في هذا اليوم العظيم اللي بتحتفل فيه مصر وكل المصريين بتخريج دفعة جديدة من خيرة شباب هذا الوطن من خيرة شباب مصر الذين استطاعوا باجتهادهم ومثابرتهم على أن يحققوا الكثير من النجاح والتوفيق وها هي خطوة جديدة سوف ينضمون فيها إلى زملائهم من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا الغالي والنفيس والذين يواصلون يومهم ليلا ونهارا من أجل الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن والحفاظ على مقدرات ومكتسبات مصرنا الحبيبة نحييكم من هنا من أكاديمية الشرطة في انتظار وصول السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشريف هذا الحفل الكريم ولمشاركة أيضا أولياء الأمور فرحتهم بتخريج أبنائهم وذلك بعد سنوات طويلة من الاكتهاد وذلك لكي ينضموا إلى مسيرة العمل الوطني في عقيدة أمنية راسخة وذلك لتحقيق الأمن الذي يعتبر هو الوجود بالنسبة للإنسان وحياة أيضا بالنسبة للإنسان وكذلك أيضا ضرورة للتنمية والإزدهار أكاديمية الشرطة التي نحدثكم منها هي هذا الصرح العلمي الأمني الشامخ هذا الصرح بالفعل الذي يعتبر من أكبر وأقدم أكاديميات الشرطة على مستوى العالم بل هو الأول على المستوى الإقليمي من حيث الريادة وذلك تعليميا وبحثيا وتدريبيا أكاديمية الشرطة التي نتواجد بها حاليا والتي منها كلية الشرطة وهي الكلية الأم في إعداد الكوادر الأمنية القادرة على خوض العمل الأمني والحفاظ على تأمين الجبهة الداخلية لمصرنا الحبيبة جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل وذلك في تأمين مصر وتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب في وقت يموجو فيه العالم والمنطقة تحديدا بالكثير من التحديات ومعظم هذه التحديات تحديات أمنية وتحديات ربما وجودية نحتاج لدور الأمن سواء أمن الحدود زي ما ريهم قالت القوات المسلحة وأمن الأوطان لكن أيضا الحفاظ على الجبهة الداخلية وأمن الجبهة الداخلية أمر للغاية مهم أرى هنا وجوها مشرقة شباب درسوا وشباب أخذوا على عاتقهم أن يصيروا رجالا ومقدرات لهذا الوطن وأن يحافظوا على أمنه أرى كذلك وجوها ربما أكثر أشراقا هم أهالي هؤلاء الطلاب والحقيقة أمر مفرح لأنه اليوم هو يوم سعادة ويوم إشراق أنت الأول هنا على كلية شرطة أتعرف بك لو ملازم داخل الاختبار أحمد جهاد الشربيني أهلا بك وألف ألف مبروك وزي ما كنا بنقول وجوه مشرقة أحمد الملازم أحمد وعائلته كمان أتشرف بكم جهاد الشربيني والأحمد حضرتك هذا المناوي في المصرية صلاة المحاسبة في المصرية السلام أهلا وسهلا بحضرتك ألف مبروك لأحمد ودي حاجة يعني مشرفة اكتهد وصولك لفكرة أن تكون الأول وأحد المكرمين بقى النهاردة عملت إيه خلال السنوات اللي فاتت الحقيقة فإن دمنا شايف إن مفتاح النجاح هو للاندباط من خلال الاندباط ممكن توفق من المجال التدريبي والدراسي طبعاً الكلية علمتنا حاجات كثيرة زي الصبر التعاون ضبط النفس بس الاندباط طبعاً هو المفتاح النجاح الاندباط حضرتك لوقت دخلية بردو مرحباً 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 ربيت أحمد بقى يعني إزاي هو أنت عادته الأول لبل ما يجي هنا أحمد كان حلم حياته اللي يبقى يلتحك بالشرطة الحمد لله ربنا كرام واللتحك والحمد لله تفوق في اللي هو حيلاً بيه وحققه أحمد منضبط طلع عمره ومنتفوق طلع عمره والنتيجة حصلت السلاة إن شاء الله وطلع الأول على دفعته ألف مبروك حضرتك شعورك النهارة أنا أعرف الشعور لكن وصفك ليه الحمد لله فخورة جداً بيه ربنا يوفقه ويحفظه هو كل الدفع يا رب إن شاء الله ربنا يحفظهم جميعاً وفخورة طبعاً بتكريم السيد الرئيس دي حاجة يعني فخر لأي حد الحمد لله أعتقد أنه حاجة مهمة أوي أن يكون هناك تكريم أن يكون هناك فكرة لأن نقول هؤلاء هم شباب مصر أمياتك إيه وإنت اليوم بتتخرج وبتستلم عملك في الشرطة والداخلية المصرية أنا طبعاً فخور جداً إن أنا نوصلت له وتكريم السيد الرئيس الجمهورية شرف وفخر لأي حد وطبعاً ده مش تكريم لأي الوحدي ده تكريم لأي والأسرتي اللي تابوا معايا طول الأربع سنين لحد إن شاء الله مصر تلي فيه دي البداية دي البداية طبعاً وإن شاء الله في المجال العملي نقدر نسبة كفاءاتنا سيادة الرئيس إن شاء الله نبدأ المسؤولية وإن حافظ الأمن والاستقرار هذا وعد نحن ننتظره منكم جميعاً يعني الدفعة ودفعة اللي أبليكو تنضموا كلكو لرصيد الوطن ألف مبروك وشكراً جزيلاً ليك وألف مبروك للملازم أحمد تحياتي نحن معكم على الهواء زي ما كنت بقول هناك صورة مشرقة هناك صورة مشرفة لأبناء هذا الوطن هو رصيد بيضاف إلى هذا الوطن وكم من أرصدها ونحن بنحرص على أن نرصد هذا الحدث ونرصد هذه الوجوه وهذا الرصيد يمكن رهام ستضيف أيضاً رصيداً جديداً معها برضو على أخرى تفضل رهام شكراً يا توركو لسه طبعاً مع حضراتكم مستمرين في هذه التوطية الحية على الهواء مباشرةً للحفلة الخاص بتخريج صفوة شباب هذا الوطن من كلية الشرطة من هنا من أكاديمية الشرطة طبعاً بنحيي حضراتكم وبنقدم طبعاً كل التهنئة لأولياء الأمور اللي فعلاً هم شاركوا بتعبهم وبمجهودهم الذهني مع أبنائهم أبنائهم علشان يقدروا أنهم يوصلوا مسيرة العمل الوطني طبعاً أنا برحب بيكم معنا الطالب أحمد حمدي أهلاً بيكم معنا طبعاً السيدة أمل والدته ومعنا الأستاذ يوسف أحمد حمدي أستاذ أحمد حمدي طبعاً والد يوسف في البداية طبعاً ألف مبروك وعايزة أبدأ طبعاً مع الطالب يوسف أنه أكيد بعد سنوات طويلة من الدراسة ومن الإجتهاد كان هدفك أكبر من كده بكتير أنه كلية الشرطة مش مجرد كلية عادية هي لها رسالة مهمة جداً هتساهم في مسيرة العمل الوطني يبقى ليك دور مهم جداً في أنك تحافظ على أمن واستقرار مصر عايزة أعرف أنت كنت بتفكر إزاي لما دخلت كلية الشرطة وحطت هدف قدامك علشان تقدر أن تدخلها أكيد حلمه وهدف أي حد أنه هو يبقى موجود في الصراحة العظيم ده وزي ما حارك قلت دي رسالة أو عقيدة احنا منهم من بها هنا وأي حد أتمنى أنه يلتحق بكلية الشرطة طبعاً لأنه ده عمل عظيم لأي حد طبعاً بعد سنوات كتير من الدراسة والإجتهاد حطت قدامك الهدف إيه؟ أن أنت هتقدم إيه لمصر وخصوصاً أن الفترة دي فترة صعبة جداً طبعاً أنت شايف التحديات الموجودة والتحديات دي موجودة في كل دول العالم ومصر الحمد لله آمنة ومستقرة ولكن هيبقى ليك دور كبير جداً في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن خلال الفترة اللي جاية في عملك إن شاء الله أكيد زي ما قلت لحضرتك دي رسالة إحنا مؤمنين بيها وعقيدة بالنسبة لنا فإحنا طبعاً هنا بنتضرب بالنسبة لكلها يعني أنه إحنا قدام أي تحدي بأمر اللاني إحنا مش هناف قدام أي تحدي طبعاً حضرتك ليك دور كبير جداً في أنه شجعتي يوسف على أنه يلتحق بكلية الشرطة عايزة أعرف إزاي قدرتي أن أنت تشجعي وإزاي كان بينظم وقته علشان يقدر أنه يبقى متفوق على مدار سنين الدراسة والهدف اللي دايماً حضرتك كنت شايفة أنه هو هيقدر أنه يحققه وينجح فيه ويوسف أصغر أبنائي بس هو من يومه وهو شخصية قيادية وحلمه أنه يبقى ظابط لعبه وجده كله أنه يبقى ظابط والحمد لله سعى واكتهد وربنا سبحانه وتعالى أكرمه بأنه دخل كلية الشرطة وحقق حلمه وكل الحلمه ده بأنه تفوق فيها لأنه دخل حاجة هو بيتمنىها وبيحبها والحمد لله ربنا كرم يعني الحمد لله والشكر لله وهو ده كان حلمي طبعاً وتكريمه النهار لهو تكريم لي لحضرتك زكارتيم مسألة التكريم النهاردة هو مش مجرد تخريج يعني دفع عادية ولكن هو تكريم لما حضرتك يا أستاذ أحمد بتشوف النهاردة يوسف وهو بيتخرج من كلية الشرطة اللي هو حلمك وحلم طبعاً والدته وحلم يوسف نفسه طبعاً بالضبط عايزة أعرف أنت ان شاء الله بتتوقع منه أنه يقدم إيه لمصر خلال الفترة اللي جاية دوره مهم جداً لأنه هو المسؤول عن الأمن والأمان والاستقرار وتقديم الخدمات الجماهرية كمان للمواطنين فعلاً هو الحمد لله هو يوسف مسؤول مسؤول مسؤولية كاملة من ياما كان في سنوية عاماً وهو دايماً يعني ما بيحبش الظلم دين امرت واحد هو يسعى ودايماً متفوق في دراسته فالحمد لله ربنا حقق حلمه إنه يخش كلية الشرطة كان نفسه مناعين يخش كلية الشرطة والحمد لله والحمد لله ربنا كرمه ودخل كلية الشرطة وتفوق وطلع الثاني ودي أحسن حاجة فيه الحاجة اللي بيحبها ربنا اده هالو ونوه الهالو أنا بشكركم وأشكر حضرتك وأنا طبعاً يعني مقدرة جداً دموع حضرتك لأن دي دموع غالية جداً سنوات كتير أنت مستني أنك تشوف اللحظة دي دموع الفرح طبعاً أجمل دموع وربنا إن شاء الله يكرمك فيه ويفرحك به دايماً وألف ألف مبروك يا يوسف وألف مبروك لحضرتك وألف مبروك لحضرتك وإن شاء الله اللي جاي كمان يكون لي دور أهم كبير في خدمة مصر والحفاظ على أمن وأمان مصر بشكركم لسه مع حضراتكم مستمرين طبعاً فيه رصد فرحة أولياء الأمور دهوقتي إحنا شفنا الحقيقة مشهد عن الدموع الغالية لوالد أحد طلبت كلية الشرطة هو في المركز التاني أو طلع التاني بعد سنوات كتير من الدراسة والاجتهاد والمثابرة علشان يحقق حلمه في النهاية وأنه يشارك رجال الشرطة البواسل في رسالتهم والعقيدة الأمنية اللي بتعتمد في الأساس على كل وأسمى معاني الوطنية للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار مصرنا الحبيبة وأمن واستقرار هذا الوطن وتأمين الجبهة الداخلية لمصر طبعاً إلى جانب يعني رجال القوات المسلحة البواسل ودورهم في تأمين مصر وذلك في طبعاً على الحدود والقيام بكل ما يتعلق بتحقيق الخدمات الجماهرية أيضاً إلى المواطنين المصريين من خلال تسهيل كل هذه الخدمات وده الحقيقة تحديداً الوزارة الداخلية دايماً حريصة في منظومة العمل الأمني إن هي توفره لأنها إلى جانب الخدمات الأمنية التي تقوم بها أيضاً هناك خدمات جماهرية حريصة على أن تقوم بها وخدمات مجتمعية دور المجتمعي لوزارة الداخلية أيضاً دور مهم جداً وكلنا باللحظة الحقيقة في الكثير من القطاعات لقاءتنا لسه مستمرة وبنتقل مرة تانية إلى زميلي تورك وأيضاً أحد الخرجين من كلية الشرطة إليك تورك تفضل إحدى الخرجات بقى لكن عندنا تجربة لطيفة وتجربة تم تطبيقها منذ عام واحد فقط هنتعرف عليها لأننا لا نرصد فقط الفرحة لكن نرصد التجارب ويمكن الشيء الأكثر ظهوراً خلال السنوات الماضية وكلنا لمسناه في كل مكان في الخدمات الشرطية وفي شوارع مصر هو مدى التطوير الذي لحق بالخدمات المقدمة إلى المواطن المصري في كل القطاعات سواء داخل الشارع أو في كل المؤسسات التابعة للشرطة بشكل أو بآخر لوزارة الداخلية والتعامل مع المواطن وده بيصب في صالح الأمن أولاً وفي صالح تقديم الخدمات وهو أمرين مهمين جداً للعمل الشرطي معايا الملازم أول سامية محمد شمس صح؟ ملازم تحت الاختبار سامية محمد شمس ملازم تحت الاختبار أنا ليه قلت أول لأنه أنت التجربة الجديدة اللي أنا كنت بتكلم عنها أنت مخلصة حقوق طلعت الأولى وبعدين جيتي درستي في أكاديمية الشرطة بقى سنتين مظبوط احكيلي عملتين مبروكي لون الله يبرك في حضرتك أنا تأذيري في حقوق امتياز مع مرتبة الشرف ماشاء الله بعد مخلصت في حقوق جمعتين جمعت طنطة تمام بعد ما خلصت حقوق طنطة قدمت في أكاديمية الشرطة بعد ما خلصت لأربع سنين خدت لسانس حقوق لأربع سنين عادي خالص بعد ما خلصت اللسانس جيت قدمت في أكاديمية الشرطة أنا كنت فهم في الأول أنه إحنا زباط متخصصين لا مش زباط متخصصين ده التحق بالعمل الشرطي كأنك خريجة شرطة أيوة لا إحنا بنختلف عن الزابطات المتخصصين إن إحنا مجال العمل بتاعنا عمل أمني يعني أنا زي زي الزابط في الزابط أو العام الكسم العام يعني أنا ما بتخصصف مجال معين لا أنا ظابط شامل في كل المجالات أخذت سنتين درست سنتين هنا في أكاديمية شرطة واليوم هو تخرجك السنتين دول بيعدلوا ماجستير أخذت ماجستير من جامعة عين شمس في القان Unidos الخاص درست هنا الماجستير دبلوما في السنة الأولى ودبلوما في السنة التانية بما يعود المجلس في كانون الخاص ما شاء الله إيه اللي خلاكي يعني بعد خلاص حقوق تفكري أنك تبقي ضابطة أنا أخوي الكبير سبق يعني والتحق بأكاديمية الشرطة كان دايما بيحكي لي عنها وعن مواقفه وعن تجربه فإذا كان حافز كبير لي وأخوي الصغير برضو والتحق قسم عام قبلي فزود الحافز عندي أن أنا ألتحق بالأكاديمية كل العيلة شرطة أخوتي الاتنين وأنا ما شاء الله حضرتك حبيت توجه أبنائك أتعرف بحضرتك أستاذ محمد شمس الأول مستشار قانوني محمد شمس يعني شغال في القانون وبالتالي الأبناء قانونين كلهم أبناء قانونين الحمد لله أك مبروك الله يبارك في معليك طب الولاد ومشيناهم في الطريق ده فكرة أن تلتحق الإبنة بقى بهيئة الشرطة هي فعلا كان أخوها كبير حافز ثم أخوها اللي بعده برضو حافز لها فهي فعلا حبت المجال وحبت كلية الشرطة ثم إنها كانت متفاوكة جدا من صغرها طبعا حاصلة على الحقوق زي ما قالت لحضرتك بامتياز مع مرتبة الشرف طبعا ليقتها وحبها للكلية وتأديرها برضو في الجامعة سعيدها كتير في إنها تلتحق بكلية الشرطة ودي برضو أحب أسجل إن فيه نزاهة فعلا يعني وفيه شفافية في الاختيار بصراحة إن التلات أولاد ولادي ولله الحمد محدش يتدخلهم في حاجة فدي فعلا بسجلها مع حضرتك إن فيه فعلا نزاهة وفيه شفافية في الاختيار ده أمر مهم جدا أن أسمعوا وفيهم زي هذا والناس تسمعوا يعني تلت أولاد عندي في كلية الشرطة فأنا برضو لازم عقب أقول هذا الكلام لأن أنا فعلا ما شفتش اللي كده هم تفوقهم حبهم للمجال ده اللي وداهم لكلية الشرطة بصراحة يعني يعني الأولاني كان ابن الأولاني يوسف يعني حول من هندسها للشرطة حول من هندسها للشرطة ما شاء الله سميه امتياز مع مرتبة الشرف في كلية الحقوق الله يولادك يفرحهم ما شاء الله ما شاء الله طيب عايزة بارك لحضرتك كمان وأتشرف بيك الله يبارك فيك والحمد لله يعني فرحة ما تتوصفش الحمد لله فرحة كبيرة والتلاتة يشرف بسم الله ما شاء الله والربعة جاية في السك ربنا الرابعة ايه جاية في السك شرطة برضو ولا ايه ان شاء الله لا واحنا هتزيبها يعني ايه تانية حوبرد طيب عارفين الطريق الف مهروك الله يبارك فيك الحقيقة يعني زي ما كنت بقول ليس رصدا للفرحة فقط لكن رصد لتجارب الناس ورصد لأن يحقق الإنسان هدفه يعني إذا كان فيه رسالة فهي أنه عندنا رسالة في خدمة الوطن في أن يكون عندي هدف وأسعى لتحقيقه أسرة مصرية عندهم بنت التي تحقت بهية الشرطة الملازم تحت الاختبار سامية محمد شمس بحييها وبحيي كل شخص قدر يحق حلمه وده بيعطي أمل كبير للكثيرين كي يتفضل يحققوا الحقيقة أحلامهم بشكل كبير رهام عندنا نماذج أخرى لكن عندنا كمان كلام يتقال في مثل هذا اليوم يوم مشرق شمس طلع بسوى مشرق شمسا ومشرق روحا كمان دايما اليوم ده الحقيقة يا تورك مصر كلها بتحتفل فيه مع أولياء الأمور ومع أبطلنا إن شاء الله القادمين من رجال الشرطة اللي هيكون ليهم دور مهم جدا في مسيرة العمل الوطني الحقيقة وإحنا بنتكلم عن أكاديمية الشرطة بنتكلم كمان على إزاي إدرت أكاديمية الشرطة أنها بتعتمد على أحدث الأساليب العلمية والعصرية في تأهيل الكوادر المهنية والأمنية اللي تقدر أن هي تواجه كل التحديات اللي بتواجه العالم بل وفي مصر بالتأكيد أيضا بتنعكس كل هذه التحديات الحقيقة إنه دقائق وفي انتظار إن شاء الله بدء هذا الحدث والفعاليات المهمة نحن معكم على الهواء أنا مستعد وفي النداء أكون عشالك برع صد ديماً وجاهز الدواجر أي حد هلا العزيمة والصمور همدك سلام لكم وهذا في الهدور عدل قصم قصم بلادي وأهلها هدي التحدي وعمرنا نبدل إذنكم عدل قصم قصم بلادي وأرضها نقص الأمان ونقص نهاية الوطن اعطيت الله بيش أي حد في الطريب السأنمها هادى بيرد وكbeli فخرنا جمي حرو بلدي مصر فريد تحدي ساعي صاحي مكتوب علي мной من نحي مصر ونحي مصر عدل وقسم قصم بلادي وأهلها أدل التحدي وعمرنا مبتل إذن عدل وقسم قصم بلادي وعرضها نفس الأمان وكل حماية الرقم الله الله شايل العلم الدين داو يا مصر يا صيد القسم مصر الأمان ولي عليها يتزم رف رف ويعلى المولى من نصر عمي أولاد بلادي دار نمر علي علي الله أكبر الله أكبر بكل مخر إن مصر ينتصر الله أكبر الله أكبر تواجه المد العزيزة وكل نصر نرحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين في هذه التعطية الحية لهذا اليوم المهم جدا في تاريخ مصر واليوم المهم والعظيم جدا بالنسبة لينا كمصريين وإحنا بنحتفل مع كل أولياء الأمور الموجودين في تخريج دفعة جديدة من صفوة شباب هذا الوطن ومن كلية الشرطة من هنا من أكاديمية الشرطة في انتظار وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر هذا الحفل من أكاديمية الشرطة وإحنا الحقيقة بنتكلم في النقطة تحديدا الخاصة بإعداد الكوادر الأمنية القادرة على مواجهة كل التحديات الموجودة الآن مع التطورات التي تحدث على مستوى العالم وبتنعكس أيضا هنا في مصر حتى في مستوى الجريمة وبالتالي مسألة تأهيل الكوادر الأمنية بأعلى مستويات التدريب ووفقا لأحدث الأليات هذا ما تعتمد عليه الاستراتيجية الأمنية بشكل كبير للغاية مسألة التدريب ومسألة التأهيل هذا هو العنصر الأساسي بالنسبة للعنصر البشري أو منظومة الموارد البشرية اللي بتعتبر أحد أبرز أهم طبعا الاستراتيجية مفردات الاستراتيجية الأمنية إلى جانب طبعا مفهوم الأمن الشامل الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في سياستها الأمنية الحقيقة أنه يوم مهم زي ما بتقولي أحب ألفت بس لحاجة صغيرة أن هناك علم في الموضوع المسألة ليست فقط إضافات أمنية لكن هناك علوم قانونية وعلوم من كافة المجالات المرتبطة بتحقيق الأمن وتحقيق المنظومة لكن أكاديمية شرطة تتحول إلى صرح علمي مهم بيعطي شهادة ولسانس وشهادات ما بعد التعليم الجميعي أيضا نتحدث هنا ليس فقط عن صرح أمني لكن عن صرح علمي بمعنى الكلمة معنا عائلة أخرى معنا طالب آخر تفضلي يا رهيم لدورك تفضلي طبعا برحب بيك وألف مبروك وألف مبروك لحضراتكم نهاردة فرحة كبيرة جدا طبعا أنك بتشوفوا ابنك في يوم مهم وخصوصا في كلية الشرطة الدور والحقيقة هيكون مهم جدا خلال السنوات اللي جاية في البداية طبعا تعرف نفسك للسادة المشاهدين محمد طارق أنا حصل على صنص الحقوق والتحقت بالكلية بعد صنص الحقوق عدت سنتين في الكلية دلوقتي وحصلت على دبلومة علم الشرطة ده غير طبعا أن الكلية وفرت لنا ماجستير من جامعة عين شمس ده غير طبعا القرصات ويعني التدريبات عموما يعني في إجمالا كانت سنتين لحد أستفدت بيوم جدا عايزك تكلمني أكتر على مسألة التأهيل والتدريب إزاي بيتمه خصوصا أنك التحقت بعد كلية الحقوق هنا في أكاديمية الشرطة في كلية الشرطة التحق بعد الجامعة صعب شوية عشان يكون حد برضو كبير وشوفت الدنيا بره بس يعني هما بسم الله وإن شاء الله الكلية قادرة أن هي إزاي تخلي الواحد قادر أن هو يتأهل وقادر إزاي يخش في إطار النباطي وإزاي يكون حد فعال ويعني الواحد ما حسش بقيمة داغر دلوقتي والحمد لله أن هو دلوقتي أنا الأول على صنص الحقوق ده بفضل التدريب وببقى بفضل تأسيم الوقت وفضل الانضباط اللي هم معلمونه والماجستير والدكتوراه؟ حصلت على الماجستير خلاص من جامعة عين شمس وإن شاء الله الدكتوراه ده في القريبة إن شاء الله عايز أعرف إزاي شجعته يعني شجعته أنه هو يقدر أنه هو يحقق النجاح ده ومش بس أنه هو يعني يستمر في كليته ويتخرج من كليته وخلاص لأنه هو حاطت هدف قدامه أنه هو يبقى في كلية الشرطة هو الحياة بعد ما خلص لصنص حقوق كانت أمنية حياته أنه هو يدخل الكلية والحمد لله أنه أسعده الحظ أنه هو بقى موجود هنا والحمد لله هو متفوق وهو النهاردة الأول على دفعيته وهو حابب ده يعني هو كان هدف في حياته ومفضل من ربنا الحمد لله أنه هو كميله حضرتك أكيد عارف طبعا أنه دلوقتي فيه تحديات موجودة في العالم كله وبتنعكس على كل دول المنطقة ولكن مصر الحمد لله بتنعم بالأمن والأمان هي رمانة الميزان في المنطقة وكلها أمن وأمان الحمد لله طبعا الدور الملقى على عاطق الخرجين من كلية الشرطة حتى كمان لو هم في كلية تانية وبينضموا لكلية الشرطة دور وطني كبير جدا إيه اللي بتتوقعه إن شاء الله خلال الفترة يعني هو إن شاء الله كده هوت يعني هو مؤهل أساسا لأنه هو حابب هذا المجال وحابب أن يغضب من خلال وطنه فإن شاء الله هو اكتهد والحمد لله طلع من الأوائل هوت بفضل الله وربنا يوفقه إن شاء الله ويبقى ليه دول فعال في الوطن وفي حماية الوطن وحماية الناس كلها كلمة إن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون فيه دورات تدريبية تانية هيكون فيه تأهيل إزاي لأنه طبعا معروف إن وزارة الداخلية بتعتمد في إعداد الكوادر الأمنية حتى اللي مش يعني أنت متخرج من كلية الحقوق مظبوط لسانس حقوق وبعدين التحقت بكلية الشرطة بالزبط ولكن برضو فيه دايما إعداد لكل الكوادر الأمنية اللي موجودة عايزة أعرف أحدث الأساليب اللي بيتم من خلالها تدريبكم وتأهلكم علشان بعد كده تقدر أن أنت تدخل في العمل الميداني والتعامل كمال مع المواطنين إحنا أولا بنتعرض لضغوط نفسية جديدة إزاي إن إحنا نعرف نتعامل مع المواطنين تحت ضغوط وده بنتعلمه في الكلية ده أولا ثانيا برا مجرد ما بنتخرج بيبتدي فيه فرق تأهلية وكورسات تدريبية إحنا إزاي نتعامل مع الجمهور وإزاي نقدر نتعامل مع الناس وإزاي نقدر ندير الأزمات عشان إحنا الفترة الفاتت كلها أزمات وكوارس يعتبر في الفترة دي بس الحمد لله مصر قدرت تعديها وقدرت بفضل الكوادر اللي فيها قدرت تعدي المرحلة دي وإن شاء الله أي حاجة جاية نقدر نعديها بفضل الإدارة الشطرة والكوادر اللي عندها طبعا ألف مبروك على الماجستير وإن شاء الله عبال الدكتوراه بإذن الله وألف مبروك لحضراتكم وإن شاء الله يكون مستقبل زي ما أنتوا بتحلموا به ويكون ليه دور كبير جدا في خدمة الوطن شكرا لكم ولسه مع حضراتكم مشاهدين مستمرين في تعطية الحية لهذا اليوم الخاص جدا لمصر واللي بنحتفل فيه جميعا بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة لكي يكون ليهم دور كبير في مسيرة العمل الوطني وذلك من خلال طبعا تحقيق أهداف السياسة الأمنية الخاصة بوزارة الداخلية وتحقيق مفهوم الأمن الشامل تطوير البنية التحتية تطوير المنشآت الشرطية وبنرجع مرة تانية لأهم المفردات أو أهم العناصر الخاصة بتطوير الاستراتيجية الأمنية وهو العنصر البشري والعمل على زيادة التدريب وكذلك أيضا إعداد الكوادر الأمنية بما ينبغي أن يكون للتعامل مع كل التحديات الموجودة في المجتمع وكذلك أيضا مع التطور الحادث في الجريمة هناك أيضا تطور في كل الأساليب التي يتم بها إعداد الكوادر الأمنية الحقيقة أيضا من الأمور اللافتة هنا يمكن وجود بعض أهالي الشهداء وهذا تقليد يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم أهالي الشهداء وقد بدأ حرص الشرف الآن بدأت الفعاليات للإعداد لهذا العرض والحفل المهم الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله بعد قليل من ضمن ما أريد أن أتحدث عنه كمان كفاءة العرض هنا في أرض العرض بأكاديمية الشرطة بيكون فيه عروض للغاية متميزة وبيدل على الإعداد البدني الجيد والإعداد العقلي والفكري إضافة إلى الإعداد العلمي لأن هناك الحقيقة المنظومة الأمنية لها محاور كثيرة يمكن كان فيه واحدة من الأهالي مسكة صورة شهيد وهذا أمر الحقيقة إحنا لابد أن نلفت إليه وأن نحيي وأن نحيي كل الشهداء الوطن وكل المخلصين لهذا الوطن ليس في هيئة الشرطة فقط لكن في كل المجالات كل من بدل جهدا وكل من بدل عرقا وكل من بدل دما وإخلاصا حقيقيا لهذا الوطن نحيي هو يوم من أيام مصر اللي بيحصل النهاردة هو إضافة لرصيد مصر في أحد القطاعات وهناك قطاعات كثيرة ليس فقط القوات المسلحة والشرطة لكن أتحدث عن قطاعات الصناعة والزراعة وكل القطاعات التي تسهم في بناء هذا الوطن تحية لكل مواطن مصري حرص على أن يبدل جهدا وأن يعلي من راية هذا الوطن المواطن المصري ليه دور كبير جدا يا تورك أيضا في مساندة الشرطة المصرية ووزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية بل وكل مؤسسات الدولة للحفاظ على كل ما تحقق من نهضة تنموية وللحفاظ أيضا على مكتسبات ومقدرات هذا الوطن بنرصد لحضراتكم طبعا يعني هذا المشهد المبهج اللي بنشوفه مع أولياء الأمور وذلك بفرحتهم بأبنائهم الذين ثابروا واكتهدوا على مدار سنوات الدراسة أملا إن شاء الله في أن يلتحقوا بالعمل الوطني وأن يكون لهم دور حقيقي في أمن واستقرار مصرنا الحبيبة وتحقيق كل ما يتعلق بتأمين الجبهة الداخلية وأيضا تقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة للمواطن المصري بالتأكيد مشاهدينا ونحن نتحدث عن الاستراتيجية الأمنية والسياسة الأمنية لوزارة الداخلية لابد أيضا أن نؤكد على مدى التطور الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية وذلك في الرد على الشائعات وأيضا حملات تزييف الحقائق التي تحدث وكيف استطاعت دائما وزارة الداخلية أن تعتمد على أحدث الأساليب في الرد على هذه الشائعات بل وأيضا تقديم الضربات الاستباقية لكل ما يتعلق بالجريمة من خلال قطاعات الأمن والمعلومات التي تمنع وقوع الجريمة قبل أن تحدث أيضا وكذلك أيضا لها دور كبير في ضحض أي محاولات لزيادة هذه معدلات الجريمة وأيضا إلى عودة وإحياء التنظيمات الإرهابية أو العناصر الإجرامية بل هي تقوم بضحضها وأيضا القضاء عليها في مهدها قبل أن تحدث وهذا هو ما يتعلق بالعمليات الاستباقية تثبيت دعائم الأمن الوقائي والعمل على تطوير النظم التأمينية وأساليب الحماية أيضا من أهم عناصر السياسة الأمنية لوزارة الداخلية والتي سوف يعتمد عليها أيضا كل هؤلاء الخريجين في أثناء قيامهم بالعمل الميداني وممارسة العمل الأمني وذلك كما ينبغي أن يكون إذن مشاهدين أكاديمية الشرطة بتعمل بالفعل على تأهيل هذه الكوادر الأمنية مثلما ذكرت ترك وذلك على كل الأصعيدة مهارات فنية قدرات أيضا تعليمية وكذلك أيضا اللياقة البدنية يعني كل المجالات بيتم تأهيل هذه الكوادر الأمنية لكي تكون على أعلى مستوى وقادر على أن تقوم بدورها في حماية هذا الوطن وذلك كما ينبغي أن يكون وخليني أقول لحضراتكم حاجة مشاهدين الكرام يمكن أصبحنا كلنا متابعين لما يحدث في هذا العالم ونتابع على مدى الأيام الماضية والأشهر الماضية بل وخلال السنة التي انقضت دي تبعنا تطورات أمنية إقليمية شديدة الصعوبة الجبهة الخارجية والجبهة الداخلية لدول مرتبطتان بشكل كبير الحفاظ على أمن الأوطان نحن بنحمد ربنا النهاردة أننا نستطيع أن نحافظ على قوام هذا الوطن على قوة هذا الوطن على متاناته على تماسكه على تماسك شعبه ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في غير مرة أن لا أقلق عليكم ما دمنا جميعا متحدين وأشار بيبيضوا يعني لو حضراتكم فاكرين هذا المشهد وهذا الموقف أكتر من مرة تماسك الجبهة الداخلية تماسك المواطن المصري هذا الانسجام وهذا التناغم ليس فقط بين المواطنين لكن أيضا بينه وبين أجهزة وبينه وبين الدولة رغم صعوبة الظروف وصعوبة الظروف الاقتصادية ولا يخفى على أحد أن هناك ظروفا للغاية هي صعبة كلنا سواء فيها لكن على الأقل هناك جبهة متماسكة للغاية والبحث عن المشهد سيجد أنه في دول حولنا يواجهون صعوبات أمنية شديدة والأيام اللي فاتت أثبتت أنه المسألة مش هزار ومش بسيطة وتحتاج إلى كثير من الانتباه وكثير من الحكمة وهناك حكمة كثيرة لدى القيادة السياسية ولدى الدولة المصرية أيضا لدى المواطن المصري الذي يعرف قيمة بلده رغم الظروف التي تحيط لكن الحمد لله أن لدينا أمنا ولدينا أمانا ولدينا قدرة على هذا التماسك ولدينا حلم نحلم به لبكرة ولولدنا لكن علينا أن نحسن هذه الأوضاع ونحسن هذه الصورة وأن نحسن ونحسن تربية الأبناء وإعدادهم للأيام المقبلة التي ربما لن تكون سهلة لكنها فيها تحديات كثيرة وتحتاج إلى كثير من الوعي وكثير من الجهد وكثير من الفهم وكثير من الإدراك وهذا اللي بيحدث النهاردة الذي نحن بصدده هو جزء من هذا الإعداد لهذا الوطن وعلينا أن نعد العدة في كل المجالات وكل القطاعات على سواء لمجابهة الصعوبات الموجودة واللي ممكن تيجي واللي ولدنا هيقابلوها وإن شاء الله الأحلام تكون أكثر خليني أكمل كمان يا محمد على كلامك أنه فعلا التحديات التي نمر بها حاليا هي تحديات الحقيقة متصعدة بشكل كبير جدا تطورات موجودة في كل العالم ومش بس في المنطقة وبالتالي بتلقي بظلالها على كل دول العالم وعلى كل دول المنطقة بشكل كبير جدا وعلى اقتصاديتها ولكن بتظل مصر دائما هي بلد الأمن والأمان والاستقرار وواحة الأمان في المنطقة وليس ذلك فقط بل بقيادة سياسية حكيمة ذات رؤية شاملة استطاعت مصر أن تحقق هذا الأمن والأمان والاستقرار الذي يعتبر هو اللبنة الأساسية لتحقيق أي نهضة تنموية فأصبح هناك هذا التوازن بين تحقيق الأمن والاستقرار بالإضافة أيضا إلى تحقيق نهضة تنموية غير مسبوقة المشروعات القومية الموجودة وذلك على اختلاف تنوعها وفي كل ربوع الجمهورية استطاعت بالفعل أن تحقق هذا الهدف التنموي في كل أنحاء مصر وذلك من أجل أن يؤسس إلى الجمهورية الجديدة التي تستطيع بالفعل أن تقف وأن تتبوأ مكانتها المستحقة بين الأمم وذلك بالتأكيد مع أن مصر هي دائما واحد الأمن والأمان وستظل دائما مصر قوية وصلبة أمام العالم أجمع ودائما ما يقدم العالم كل التقدير وكل الاحترام لكل المجهودات التي تقوم بها مصر في المنطقة من أجل إرساء عملية السلام وتحقيق السلام بالكامل لأن مصر بالفعل هي مركز الثقل في المنطقة ومركز الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة بالكامل نعود إلى رصد المشهد هنا وهناك الكثير الحقيقة من التفاؤل والكثير من الفرحة والكثير من الجوه المشرقة ويمكن نحن منقسمين هنا إلى ثلاث مخصورات كبيرة أتحدث عن أهالي الطلاب أو أهالي الخريجين النهاردة والملتحقين بالعمل بسلك الشرطة يمكن زغريد دلوقتي في المقصورة اليسرى لكن زغريد منذ قليل كانت تملأ المكان ويمكن حضرتكم سمعتوها معانا هناك فرحة وهذا طبيعي أن يكون يوم جني الثمار هو يوم فرحة ويوم فرحة كبيرة كما بنتذكر شهدائنا كما حضرتكم شايفين في الصورة نحمل شهدائنا فوق الرؤوس وعلى صدور صورهم وذكرهم لا تفارقنا فتحية إليهم في كل يوم من أيام هذا الوطن كل التحية وكل التقدير لأرواح شهدائنا الأبرار وذلك من قوات ورجال الشرطة البواسل وكذلك أيضا من أيضا القوات المسلحة المصرية الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن وكل التحية والتقدير أيضا للمصابين وذلك الذين قدموا دورا هاما من أجل الحفاظ أيضا على مقدرات ومكتسبات هذا الوطن ولكي تظل دائما مصر الحبيبة عزيزة وأبية ونحن نتحدث مع حضراتكم مشاهدين في هذا اليوم العظيم بالفعل الذي تحتفل في مصر بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة لابد أن نشير إلى أهمية هذا الصرح العلمي والأمني العظيم الذي نحدثكم منه أكاديمية الشرطة التي تعتبر مثلما ذكرنا هي من أهم الأكاديميات على مستوى العالم هي الأكبر وهي الأقدم وهي الأولى أيضا على المستوى الإقليمي من حيث ريادتها وذلك تعليميا وتدريبيا وبحثيا كذلك أيضا بنجد أن أكاديمية الشرطة هناك الكثير من الأكاديميات على مستوى العالم التي دائما ما تحرص على العمل على أن يكون هناك اتفاقات ومذكرات تعاون وتفاهم معها للاستفادة من الخبرات الموجودة فيها مع تبادل أيضا الخبرات الدولية داخل أكاديمية الشرطة للاستفادة منها ومن هنا نتحدث عن أحدث الأسليب التكنولوجية والتعليم الإلكتروني الذي تبعته مؤخرا أيضا أكاديمية الشرطة للعمل على زيادة التعليم الذاتي وأن يكون هناك مواكبة لكل تقنيات العصر الحديث إذن مشاهدين هناك حرص دائم من قبل وزارة الداخلية على أن يكون هناك تطور في كل الأليات التي تعتمد عليها في استراتيجيتها الأمنية في تطوير العنصر البشري وكل مفردات منظومة الموارد البشرية بشكل أساسي وكذلك أيضا التطور الذي يحدث على جميع القطاعات في قطاعات المرور في تسهيل كل الخدمات المقدمة أيضا للمواطن المصري المبادرات المجتمعية مثل مبادرة كلنا واحد ومنظومة أمان التي تعمل على تحقيق يعني كل السلع وتقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين كذلك أيضا لابد أن نشير إلى التطور الذي حدث في المنظومة العقابية لكي تتحول السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل حتى يتم إعداد شخص بعد ذلك منتج ويبدأ في حياة جديدة وذلك من خلال طبعا قطاع الحماية المجتمعية وكذلك أيضا قطاع الرعاية اللاحقة الذي يعتمد في الأساس على رعاية الأسر الخاصة بالمفرج عنهم لكي يبدأوا حياة جديدة ويكونوا أيضا أفراد منتجين في هذا المجتمع إذن وزارة الداخلية لها إلى جانب الدور الأمني الهم جدا في تأمين الجبهة الداخلية للدولة المصرية أيضا لها أدوار أخرى مجتمعية لا تقل أهمية أبدا عن هذا الدور الأمني وتعتمد في الأساس على تسهيل كل الإجراءات المقدمة للمواطنين بأحدث الوسائل وبأحدث السبل التقنية في مكاتب الجوازات والترخيص والمرور وكذلك أيضا إصدار الأوراق الثبوتية وترجمتها إلى اللغات المختلفة كل ما يتعلق بتقديم الخدمات الخاصة في كل المجالات في كل المجالات وده كانت الحقيقة من أبرز اللي ذكرته وزارة الداخلية في بياناتها مؤخرا أنه تلافت الجزء مهم في وحدات الوثائق مسألة إصدار الجوازات الصفر في وحدات متنقلة موجودة في النوادي المختلفة ده الحقيقة القاهرة وهتمتد كمان لمختلف محافظات الجمهورية وده مقدم حقيقة في خدمات كثيرة ليس فقط في مصلحة الجوازات لكن يمكن في السجل المدني المرور في حاجات كثيرة لكن أنت لفت لفكرة المؤسسة العقبية أو الإصلاحية وهو أمر مهم كمان مبادرة الإفراج عن الغارمين والغارمات لأنه في ناس يعني ليس لهم أصل جنائي في الجانب العقابي لكن ظروف الحياة ففكرة الإفراج عنهم وفكرة تأدية ما عليهم من ديون أمر مهم للغاية اللي عايز أقوله أنه النجاح لا يأتي صدفة أو الحفاظ على المكتسبات لا يأتي صدفة يعني مش إحنا حظنا كويس فهنقدر أنه نتجنب الإرهاب ونتجنب الجرائم ونتجنب لا ده نتج علم ونتج عمل ونتج تطبيق ونتج فهم ونتج إخلاص أيضا وده أمر للغاية مهم يمكن لو عدنا بعدد من السنوات كده هنلاقي أنه كان فيه سنوات سميت بسنوات الإرهاب وليس فقط في التسعينات لكن امتدت سنوات الإرهاب خلال ما بعد أحداث يعني عنف كثيرة وبعد ثورة 2011 و25 يناير وظروف الأمنية وثورة 2013 كان هناك الكثير من الأحداث في تاريخ هذا الوطن الحقيقة وده كان أمر مهم أن نحافظ على قوة وتماسك وأن نعيد الأمن هذا لم يأتي صدفة لكن جه نتيجة حاجات كتير قوي تم إقرارها خلال السنوات التي فاتت وتم تطوير المنظومة منظومة العمل الأمني ومنظومة العمل الشرطي ووعي المواطن المسألة حقيقي لم تكن صدفة ولم تكن نتاج توفيق فقط وإن كان توفيق ربنا فوق كل شيء لكن أيضا هو نتاج دراسة علمية وبحث ويقظة أمنية مستمرة الحياة ومسألة اليقظة الأمنية دي محمد دايما بنؤكد عليها حاسس بفرق يعني حاليا حاسس بفرق سواء في الخدمات التي كلمت عنها أو في الجانب الأمني أو في جانب المرور أكتر حاجات اللي بيحتاج بيها يمكن عنده مشكلة شوية مع الرادار لكن هو حاسس بالاختلاف في تأدية الخدمة أعتقد أننا على وشك أن نبدأ هذا الحدث المهم تبقت دقائق كل التحية وكل المبركة لخريجي اليوم والأهلهم إحنا فرحانين مع حضراتكم فرحانين أكثر لأوطننا كل التحية وكل التقدير لرجال الشرطة ولوزارة الداخلية في هذا اليوم العظيم ودائما تظل مصر عزيزة وأبية بأبنائها الشرفاء السبع خطة وخطوته زلزال المصر حر قيبا من الأفعال وعشانها ضحى خط شأك بال قدم شهيد يا مصر ليكي وفخر للأجيال السبع خطة وخطوته وزلزال المصر حر جيبا من الأفعال وعشانها ضحى خط شأك بال قدم شهيد يا مصر ليكي وفخر للأجيال وحوش أبطل ورسود فيك بال في الصخر نفوت ونهد الأعادة اللي كان ولا بنها بموت أبطل عن نار بنفوت نبتيك يا بلادي وحوش أبطل ورسود فيك بال في الصخر نفوت ونهد الأعادة ولي كان ولا بنها بموت أبطل عن نار بنفوت نبتيك يا بلادي اللي عادينا نقسمه في الحال دي مصر بلدي مصنع الأبطال بيحضنوها بالعلم وما عندهمش محال نعرف نجيب حقنا واسلحنا عمره ممال دي عادينا نقسمه في الحال دي مصر بلدي مصنع الأبطال بيحضنوها بالعلم وما عندهمش محال نعرف نجيب حقنا واسلحنا عمره ممال وحوش أبطل ورسود فيك بال في الصخر نفوت ونهد الأعادة إيهان ولا بنها بموت أبطل عن نار بنفوت نبتيك يا بلادي وحوش أبطل ورسود فيك بال في الصخر نفوت ونهد الأعادة إيهان ولا بنها بموت أبطل عن نار بنفوت نبتيك يا بلادي أبطل عن نار بنفوت أبطل عن نار بنفوت والله أكبر فدي مصر يا فاندب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فدا في مصر جنسين احنا على استعداد ايام الدين رحنا فداها عمال مجهد سيئتكنا مبالي في مصر في مصر في مصر احنا ارادة احنا ارادة وعزم شديد احنا ارادة اشتركوا في القناة 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 السيد الرئيس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرش بخطوات جادة وثقة وبهامات بعزة الوطن شامخة تشاهدون الآن نخبة من أبنائكم إنهم حرس الشرف من طلبة كلية الشرطة وهم يغادرون ساحة الاحتفال عقب تأدية مراسم التحية العسكرية بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير صدق الله العظيم جئنا بعونك رب الناس نحتفل بصفوة من شباب كلهم أمل فهيئ لمصر أمانا لا يفارقها وهب جنودك فيها خير ما سألوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يأتي احتفال أكاديمية الشرطة اليوم ترقمة واقعية لجهود صفوة من شباب مصر المخلصين الذين يتأهبون للمساهمة في بسط ظلال الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد ويزيد من قدر هذا اليوم أن كلله تشريف سيادتكم وسط أبنائك فمرحبا بكم يا سيادة الرئيس مجددا لآمال مصر وطموحاتها رافعا لعلم مصر وقدرها في مشرق الدنيا وغربها الحفل الكريم نستهل احتفالنا اليوم بكلمة ترحيب للسيد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم السيد رئيس الجمهورية في صباح يوم مجيد تشرك سمسه بحب الوطن وتفوح نسماته بأطيب وأسكى مشاعر الولاء والانتماء وتدق ساعته لطول قرب تخريج فيتة زوية أفئدة جسورة وعقول شغوفة بالزود عن أمن الوطن وحفظ مقدراته رجال أشداء عظمهم عظم الأبطال لطالما كانت أكاديمية الشرطة نصب أعينهم شرفا عظيما فقدموا إليها حاملة أكتافهم رسالة الأمن بكل فخر وشرف وإباء وإنه لمن عظيم احتفالنا اليوم تشريف سيادتكم حدثا طال انتظاره لتشهدوا تتويجا لجهودا مدنية كان حصادها رجال أحسن أعدادهم وسقلت قدراتهم فتحية لكم سيادة الرئيس رمزا مخلصا وزعيما صادقا تدافع عن الحق وتقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم السيدات والسادة إن ما تشهدونه اليوم لهو ثمار جهد مضطرد وعمل متواصل مضت فيه الأكاديمية نحو استكمال ما قد بدأته من تطوير وتحديث لمواكبة القفضات السريعة للدولة المصرية مرتكزة في ذلك على ثوابت استراتيجية أمنية معاصرة حفلنا الكريم اليوم تشاركوننا احتفالنا بدعم وزارة الداخلية بكوكبة جديدة من صفة شباب مصر وخيرة جندها حيث يتم تخريج 1193 من طلبة كلية الشرطة بنظام الأربع سنوات منهم 48 طالب وافد من دولة فلسطين بنسبة نجاح بلغت 99.1% وتخريج 1379 من طلبة الكلية الحاصلين على شهانة الليصانس في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 99.9% جميعهم حصلوا على ضرجة الماجستير في القانون وكذا تخريج عدد 146 طالبة من الحاصلات على شهادتين الليصانس في الحقوق والبكاليوس في التربية الرياضية جميعهن حصلنا على ضرجة الماجستير بنسبة نجاح بلغت 100% وكذا تخريج 313 طالبا وطالبة من قسم الدباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 100% وقد حصلوا جميعا على دبلوم إدارة الأزمات والكوارث كما تم تخريج عدد 20 طالبا من رعاية دول الإفريقية الناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية في إطار المنحة السنوية التي تقدمها وضارة الداخلية للدول الإفريقية سنويا أبناء الخريجين ربما لا تصعفني العبارات والكلمات وأنا أخف بينكم اليوم حاملا مشاعر يملأها الفخر والعزة ومعبرا عن صادق تهنئتي لكم بيوم عيدكم وفرحة تخرقكم يوم تترسخ فيه القيم ويتجدد فيه المعنى الحقيقي لتواصل الأجيال فأوصيكم جميعا بأن تكونوا للوطن درعا وللحق زودا وللعدل سندا وللضعفاء عونا وللآثمين رضعا فاجعلوا مصر أمانة في عناقكم وسطروا بعظيم أعمالكم مسيرة عطرة للحفاظ على الوطن وتحقيق الأمن والأمان والتفاني في حفظ مقدساته سيادة الرئيس بأسمى مشاعر الإجلال والتقدير أتقدم لسيادتكم بعظيم آيات الشكر والأرفان لتشريفكم اليوم احتفالنا هذا لتخريج نخبة من رجال مصر حفظكم الله قائدا وزعيما للبلاد إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدية تذكارية تتمثل الهدية في مجسم لبوابة أكاديمية الشرطة يتقدمها ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتوسطها النصب التذكاري لشهداء الشرطة المصرية تخليدا لذكرهم وفي قلب الساحة أجنحة النسر رمزا للأمن الذي يعم ربوع البلاد والاستعداد نحو تحقيقه بالجمهورية الجديدة نسأل الله تعالى أن يحفظكم يا سيادة الرئيس ويسدد على طريق الحق خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير ضيوفنا الكرام نفتتح عروضنا اليوم مع عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس ينطلق من عمق ساحة العرض كتيبة من طلبة السنة الدراسية الأولى من القسم العام وطلبة الكلية من خريج كليات الحقوق يتدفقون كسيل عرم لأقدامهم وأصواتهم وقع متناسق يهز ساحة العرض لتقديم نماذج مما دربوا عليه في خوض غمار الاشتباك ورياضات الدفاع عن النفس يؤدي طلبة إحدى الكاتات القتالية متعددة المهام حيث يوجهون مجموعة من الصدات والضربات والركلات المحكمة بدقة وتتابع وبشكل منسجم حيث نرى من خلال العرض كيفية توجيه الطلبة لللكمات الهجومية المتتالية ينتقل الطلبة الآن لأداء بعض التمرينات الرياضية في تشكيلات متناسقة حيث يشكل الطلبة بأكسادهم ساحة الشعب ويتوسط التشكيل مفتاح الحياة رمزاً لحياة أفضل ونرى أشعة شمس نابعة من أقواس النصر انطلاقاً نحو مستقبل مشرق يؤدي الطلبة تمريناً يساعد على تقوية عضلات الصدر والذراعين والكتفين ينتقل الطلبة الآن لتشكيل اسم معهدهم العريق كلية الشرطة ويتوسطها نصر شعار الكلية مرفرفاً جناحيه لنشر العلم كما يسطر الطلبة بأكسادهم على الشباك في المواجهة الكفاءة البدنية يؤدي الطلبة تمرين الطعن بالساقين وهو من التمرين الأساسية لطلبة وطالبات الكلية يؤدي الطلبة تمرين الاسكوات مع حمل الزميل الحفل الكريم يتقدم من أسفل يمين ويسار المنصة مجموعة من طلبة وطالبات الكلية من فريق الدفاع عن النفس صوب المسطح الأخضر في صفوف تجمع طلبة وطالبات الكلية الحاصلين على الأحزمة المتقدمة في رياضات الدفاع عن النفس ويستعد الطلبة والطالبات لأداء بعض من فنون وحركات رياضات الدفاع عن النفس والتي تم تدريبهم عليها طيلة فترة دراستهم بالكلية يؤدي الطلبة والطالبات مجموعة من الحركات القتالية الافتراضية والمستوحى من دمج أساليب قتالية لعدة رياضات وهي الكاراتي والبومزا والكونغفو والتي تستخدم لاستنزاف قوة الخصمة وسرعة رد الفعل عند المواجهة تجمع تلك التكتيكات التي ترونها بين تقنيات قتالية هجومية ودفاعية وذلك عن طريق السيطرة على الذات وضبط النفس لتفادي القتال وذلك عن طريق العقل ولغة الجسد الحازمة أداء الطالبات لتلك الحركات بمشاركة زملائهم الطلبة يعكس ما وصل إليه من تناغم أثناء التدريب المشترك بالكلية يجسد الطلبة والطالبات صورة حية لفن استخدام اليد الخالية والقدم في المواجهة القتال المسلح المتلاحم سيقدم الطلبة أمامنا الآن عرضا لمهاراتهم الخاصة في التعامل مع خصم مسلح باستخدام اليد الخالية وكيفية الدفاع ضد السلاح الناري وتحييد الخطورة البالغة بأقل قدر ممكن من الخسائر تحييد الخطر وسحب السلاح من الخصم وطرحه أرضا إلقاء الخصم أرضا مع كسر المعصم والسيطرة على السلاح استخدام مهارات الأيكيدو وتطويعها بالعمل الأمني وطرح الخصم أرضا تيكتيكات مركبة تبرز بها الطلبة مهاراتهم بتطويع الفنون القتالية بالعمل الأمني التخلص من ضربات السلاح الأبيض والدوران لكسر المعصم تفادي هجوم خصم مسلح بسلاح أبيض والسيطرة عليه باستخدام مهارات الأيكيدو تفادي الدربات الموجهة باستخدام تيكتيكات المسارعة بالرمية العكسية الحفل الكريم نشاهد من اليسار جهاز ألفا برايم يتقدم مجموعة من الأجهزة الرياضية المختلفة والذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من عشرة أمطار ويتكون من عدة مستويات وهو وحدة تدريبية متقدمة لتدريب طلبة وطالبات الكلية تحت ضغط الأماكن المرتفعة والممرات الضيقة ويظهر الطلبة والطالبات على الجهاز أثناء أداء وضع الطيران المؤمن بارتفاعات متصاعدة الصعوبة مما يتطلب لياقة بدنية عالية وشجاعة وإقدام وكسر لحاجز الخوف نشاهد على يمين ويسار الجهاز على حوائط التسلق مهارات الطلبة أثناء أداء مهارات التسلق الحر بشكل تتابعي ويظهر على المستوى الأول من الجهاز الطلبة والطالبات أثناء أداء كاتة قتالية موحدة وعلى الجهة اليسرى من الجهاز مهارات التسلق باستخدام السلم والنزول السريع والإخلاء بطريقة السلخ وعلى المستوى الثاني والأكثر ارتفاعا يؤدي الطلبة والطالبات كاتة قتالية أخرى أكثر تقدما من خلال ممرات أقل عرضا وأكثر خطورة حيث تتطلب قدرا عالي من اللياقة والتركيز والدقة وعلى المستوى الأعلى في الأجهزة المختلفة يمين ويسار جهاز ألفا برايم نشاهد ميدانا معلقا للموانع يقوم الطلبة بالتسلق أولا للصعود ثم اكتياز الموانع المتدرجة الصعوبة وتنتهي بالنزول من خلال مواسير الإنزال السريع ومن يمين جهاز ألفا برايم مهارات الإخلاء باستخدام الحبال الهرنس ونشاهد على المستوى الأعلى والأخير من جهاز ألفا برايم مهارات الطلبة في رياض الكاليستانيكس والتي تعتمد بالكامل على وزن الجسم وتتطلب مرونة واتزانا وتوافقا عضلي وذلك بأداء أوضاع أفقية ورأسية ومقاومة الجاذبية وهي الرياض الأنسب لتحقيق أقصى أداء بدني بأقل المعدات والتي تمكن الطلبة من ممارسة الرياضة عقب التخرج كما يؤدي الطلبة في منتصف الجهاز على جميع المستويات تدريبات الكفاءة البدنية والأحمال في حين يؤدي الطلبة على المستوى الأول من الأجهزة المختلفة على يمين ويسار جهاز ألفا برايم تمرينات البطن والعقلة والضغط والمتوازي وتدريبات الكفاءة البدنية المتقدمة بطريقة التعلق من خلال الحلقات الدائرية تتطلب تلك التدريبات قدرا كبيرا من القدرة على التحمل والتركيز وهي اختبار حقيقي للقوة والمرونة وتعد تلك الأجهزة وحدات تدريبية لتطبيقات اللياقة والكفاءة البدنية ونقل مستوى التدريب إلى درجات مرتفعة من الصعوبة ورفع كفاءة الاتزان وتفعيل التعلق المؤمن وإظهار المهارة لطلبة وطالبات الكلية جدير بالذكر أن جهاز ألفا برايم يبلغ طوله 12 مترا بعرض يبلغ 6 أمتار في حين يصل ارتفاعه لعشرة أمتار ومزود بشباك وحلقات معدنية وممرات ضيقة بعرض 60 سنتيمتر تمكن الطلبة والطالبات من التدريب على القتال الحرة وفنون الدفاع عن النفس ومهارات التحرك في الأماكن الضيقة أثناء أداء المهم الأمنية والقتالية مما يحاكي الواقع العملية بظروفه وملابساته كما يدعم لدى الطلبة والطالبات مواجهة الارتفاعات الكبيرة أثناء المهم الأمنية المتنوعة يشار في هذا الصدد إلى أن جميع هذه الأعمال التدريبية مؤمنة بالكامل بأحبال التعلق والحماية الحفل الكريم نوجه عناية السادة الحضور الكرام إلى وجود بعض محدثات صوت أثناء العروض القادمة مع عروض ميدان الجبال في مواجهة المنصة الثاني والسادس موجات متتابعة ومتتالية من الطالبات والطلبة في النزول السريع بالحبال في وضع الاقتحام إنها تدريبات تحتاج إلى درجة كبيرة من الشجاعة والإقدام وتساعد على تطهير الأوكار من أعلى إلى أسفل كما نشاهد على البرج الرابع مهارات الطلبة في النزول السريع بالحبال بطريقة الوثبات ونتابع دفعات هبوط الطلبة بحبال الهرنس من المناطق العالية إلى الأهداف الأرضية كما يظهر الطلبة قدراتهم على البرج الرابع بالنزول السريع بالحبال بمواجهة الأرض وهو ما يسمى بنزول الاشتباك الهدف من تدريب الطلبة والطالبات على الحبال هو إبراز كفاءة رجل الشرطة في عمليات الحماية المدنية والإغاثة والإخلاء للجرحة والمصابين واقتحام أوكار الخارجين عن القانون وعلى البرج الثاني تستعر الطالبات الكلية التشكيلات العنكبوتية بالتوازي والمزامنة مع زملائهم من الطلبة على البرج السادس والتي تعتمد على الضوران حول محور الجسم أثناء التعلق والنزول بالحبال وتستخدم في التعامل مع الأهداف من خارج النوافذ ودواخلها وأيضا تكثيف أعمال الابتحام وتأمين القوات الأرضية إنها تدريبات تنمي لدى الطلبة والطالبات الشجاعة والإقدام الحفل الكريم مع عروض رياضة البركور يبدأ العرض ببيان يتسم بالخطورة والقوة حيث سنشاهد أحد السيارات المسرعة في محاولة لاقتحام أحد التمركزات الأمنية حيث قام الطالب بالفور بأداء سقطة هوائية عكسية خطرة من أعلى مانع الحائط مع السقطات الهوائية متدرجة ومتصاعدة الخطورة نشاهد على المسطح الأخضر مجموعة من الطلبة والطالبات من فريق رياضة البركور لأداء سقطات هوائية من أعلى أنصال السيوف وآسنة الرماح والسناكي حيث تتقدمهم طالبات الكلية في موجة ثلاثية توحي بالاستعداد والجاهزية الموجة الأولى سقطات أمامية تنم عن مدى اللياقة البدنية وسرعة رد الفعل في المواقف الأمنية العصية ويزداد الأمر خطورة بزيادة امتداد المانع الموجة الثانية الموجة الثالثة لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس لا متناهية وتتعاظم درجة الخطورة القفز من أعلى عشرين طالباً رافع أنصال السيوف وعشرين طالباً رافع الرماح وعشرين طالباً رافع السناكي وتزداد صعوبة الموانع بزيادة امتدادها والمشتعلة بالنيران الهيكلية أبطال يقهرون كل صعب هؤلاء هم همات الشعب الحفل الكريم سنشاهد على المسطح الأخضر استعراضاً لمهارات الطلبة في قيادة الدراجات رباعية الدفع والقفز بها من أعلى المانع مع قيام أحد الطلبة من فريق رياضة البركور بالقفز من أعلى الدراجة أثناء عبورها للمانع الموجة الأولى الموجة الثانية موسيقى ويزداد الأمر صعوبة حيث تتقدم إحدى الدراجات رباعية الدفع ومثبت بها مانع اللقات والمشتعل بالنيران الهيكلية ومفادات الطالبين لها أثناء الحركة موسيقى مزيد من التركيز والدقة حيث نشاهد ثلاث دراجات رباعية متداخلة وسيقوم أحد الطلبة بأداء سقطة لاكتيازهم بامتداد ستة أمطار موسيقى والآن تعرب قدرات الخريجين عن ريادة مستحقة وأداء فني فريد القفز من أعلى أربع دراجات رباعية متداخلة أثناء الحركة بامتداد ثمانية أمطار موسيقى الحفل الكريم نشاهد من اليسار حافلة تتقدمها حافلة أخرى ستقوم الطالبات والطلبة بأداء سقطات هوائية خطرة من أعلى الحافلة إلى الحافلة التي تتقدمها أثناء الحركة الموجة الأولى موسيقى قمة التحكم والثبات تعكس مدى الجدية في التدريبات الموجة الثانية أجسادا قوية لا تخشى الأهوال طرعاها إرادة نسائية لا تعرف المحال الموجة الثانية الموجة الثالثة موسيقى ويزداد الأمر خطورة بزيادة المسافة بين الحافلتين الموجة الخامسة موسيقى الموجة السادسة موسيقى ورغم صعوبة الموانع فالأفطال لا يمنعهم مانع الحفل الكريم جدير بالذكر أن الكلية قد وضعت في طاليعة الاهتمام تدريب الطلبة على مواجهة المخاطر بثبات وثقة عالية بالنفس مما يكسب الطالب ثباتا انفعاليا في المواقف المختلفة سنشاهد الآن بيانا يتسم بالخطورة والقوة موسيقى التدريب على سرعة رد الفعل وتفادي الأخطار اللحظية الطارئة موسيقى موسيقى الحفل الكريم مع السقاطات الهوائية من أعلى الموانع الضخمة موسيقى نشاهد أمام المنصة حافلة يعتليها طلبة من فريق رياضة البركور لأداء سقاطات هوائية من أعلى الحافلة والمدرعات مختلفة الأحجام والارتفاعات موسيقى القفز من أعلى المدرع البنسيرة بارتفاع ثلاثة أمطار موسيقى موسيقى القفز من أعلى المدرع الفورت بات بارتفاع أربعة أمطار موسيقى موسيقى هؤلاء الرجال عزمهم عزم الأبطال يقتحمون الأهوال ولا يعرفون محال موسيقى القفز من أعلى المدرع المنبى والمزودة بالنيران الهيكلية بارتفاع خمسة أمطار موسيقى وتبقى مصر بأمر ربها وعزيمة أبنائها ضيوفنا الكرام مع عروض الكفاءة القتالية لطلبة وطالبات الكلية موسيقى موسيقى يشق ساحة العرض مجموعات من طلبة وطالبات الكلية يدفعون بالموانع القتالية والأجهزة التدريبية والشباك المعدنية مختلفة الارتفاعات وإطارات السيارات يستعدون لتقديم نماذج مما دربوا عليه من المهام القتالية والعمليات الشرطية موسيقى يهتف الطلبة والطالبات من أعماقهم الشرطة فداء لمصر موسيقى موسيقى نشاهد أمام حضراتكم في المنتصف موجات من الطلبة لعبور الموانع المختلفة والتي تنتهي بسقطات هوائية من خلال الحلقات المشتعلة موسيقى وأمام المسطح الأخضر نشاهد مهارة الطالبات في اكتياز الموانع المشتعلة بالنيران الهيكلية اكتياز الأبواب المشتعلة اكتياز الأسطوانة المشتعلة وفي خلفية المشهد على الأجهزة مهارات الطلبة القتالية على الجهاز الأول مهارات التسلق الحر وعبور كبر الموانع والنزول بطريقة السلخ وعلى الجهاز الثاني مهارات التسلق الحر والتحرك التبادلي على العقل والنزول بالسلخ على الجهاز الثالث نشاهد مهارات تسلق الطلاب على الشباك المعدنية وعلى الجهاز الرابع التسلق بالحبال الزوجية بمقاومة إطارات السيارات موسيقى ونشاهد أمام حضراتكم مجموعة من الأبطال أثناء اكتياز الموانع المختلفة مانع الأبواب المشتعلة اكتياز الحلقات الدائرية المشتعلة فلسطوانة المشتعلة وأمام حضراتكم مجموعة من الطلبة ذوي المهارات الخاصة يقومون بجر مدرعتين من النوع الشربة والتي تزن الواحدة عشرة أطنان وأمام حضراتكم موجات اكتياز المصطرة المشتعلة كما يسطر الطلبة بأجسادهم على الشباك في المواجهة الكفاءة القتالية بينما تؤدي طالبات في المواجهة بياناً عملياً لاستخدام وتطويع كتلة السلاح ذاته والمستخدم في حالات صد هجوم قريب ونفاذ الذخيرة وللحفاظ على حياة الأبرياء كما يستعرض ممهاراتهن في صد الهجوم العكسي بالسلاح الأبيض واستخدام الخنجر ومن أقصى اليمين وأقصى اليسار مجموعات من الطلبة تؤدي تدريبات لعروض الاشتباك المختلفة كما نشاهد مهارات الطالبات بجر سيارتين دوجرام والتي تزن الواحدة ثلاثة أطنان وعلى يمين ويسار خط المنتصف مجموعات من الطلبة والطالبات تقوم بأداء بعض التدريبات باستخدام إطارات النقل الثقيل وحبال البتل روبس وتمارين الكفاءة القتالية باستخدام المطارق الحديدية حيث تنمي تلك التدريبات البدنية المتقدمة عضلات الجسم المختلفة حيث تؤدي طالبات على يمين ويسار خط المنتصف تمرينات الاسكوات بحمل المطارق بينما يؤدي الطلبة التمرينات بالإطارات لتقوية عضلات الزراعين والظهر والأرجل كما نتابع في المواجهة موجات اكتياز الطلبة للموانع والتي تنتهي باكتياز الحلقات الدائرية بسقطات هوائية ويظهر الطلبة قدراتهم بأداء تمرين الضغط بحمل الزميل بينما تؤدي الطالبات التمرين الثلاثي المركبة نحن أمام لوحة تدريبية قتالية مشتركة تروي رحلة تدريب شرطة نسائية قوية للجمهورية الفتية يبعثنا من مصر للعالم أجمع رسالة أمن ورسالة أمان ورسالة سلام يشار في هذا المقام إلى أن طلبة وطالبات كلية الشرطة يخضعون إلى برنامج متكامل على مستوى سنوات دراستهم بالكلية للتدريب على الأساليب الأمنية الأساسية والمتقدمة للتفاعل والمواجهة لإنفاذ القانون الحفل الكريم في ترجمة واقعية لربط الجانب العملي بالواقع الأمني سنشاهد الآن أحد السيناريوهات الأمنية والتي تحاكي قيام بعض الخارجين عن القانون باستقلال إحدى الحافلات للقيام بعمل عدائي وكيفية سرعة التدخل لاستيقاف الحافلة وضبط الخارجين ويعقبها مداهمة البؤرة الإجرامية نشاهد أمام حضراتكم قدوم الحافلة كما يظهر الطلبة قدراتهم من فريق الرياض البركور باعتلاء سطح الحافلة استعدادا لضبطها ومن بها حيث قامت قوات الشرطة بالتدخل السريع أثناء سير الحافلة بسيرتين أتيوتا الفورشنر نشاهد من يسار المنصة الآن الحافلة المطلوبة حيث تتقدم السيرتين أتيوتا الفورشنر لاستيقاف الحافلة وتم استيقافها تقوم مجموعات الاقتحام من طلبة وطالبات الكلية بفتح ثغرة النافذة واقتحام الحافلة باستخدام الرمب المعدني قامت طلبة والطالبات بالسيطرة على الحافلة حيث شارقنا الطالبات زملاءهم الطلبة في الاقتحام مما يعكس تكافؤ المستوى التدريبي لطلبة وطالبات الكلية بمناقشة المتهمين عقب ضبطهم وبتقنين الإجراءات وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء باقي العناصر الإجرامية ونشاهد أمام حضراتكم على شاشات العرض فيلما تسجيليا يوضح تدريب طلبة وطالبات كلية الشرطة بالميادين المختلفة استعدادا لمهاجمة تلك البؤرة عقب القبض على العناصر الإجرامية ومناقشاتهم وباستخدام التقنية الحديثة في الرصد والمتابعة تم التواصل إلى مكان اختبائهم بإحدى المناطق الزراعية التي اتخذوها وقرا لهم للإتجار في المواد المخدرة والسلاحة لصعوبة وصول القوات إليها على الفور قامت مجموعات الاستطلاع بعملها لتحديد تسليح وأماكن تمركز العناصر الإجرامية والتي أكدت وجود بعض العناصر للرصد والتحذير حال اقتراب القوات تم وضع خطة أمنية محكمة لمهاجمة العناصر الإجرامية تعتمد على تحقيق عنصر المفاجأة وارتكزت الخطة على تدريب القوات على أعمال الإخفاء والتموية مستغلة طبيعة الأراضي الزراعية كما تم تدريب القوات على مهارات الرماية من مختلف الأوضاع والتدريب على مهارات استخدام الكلاب البوليسية في أعمال المداهمة والتفتيش عن المواد المخدرة التدريب على مهارات تسلق المنازل باستخدام المعدات الحديثة والروافع الخفيفة ومساعدة الزميل كما تم تدريب القوات على تطويع استخدام مهارات الباركور في العمل الأمني التدريب على مهارات القبض والتفتيش تم الاستعداد وتجهيز المركبات التي توفر أقصى درجات الأمان للقوات وإصدار الأمر من غرفة العمليات ببدء عمليات الاقتحام والمداهمة نشاهد من اليمين واليسار تقدم مجموعات القطع والعزل والحصار بالمدرعات المنبى يستقلها طلبة الكلية ورفقاء الضرب من طلبة الكلية الحربية وذلك لاتخاذ أماكنهم تمهيدا لدخول مجموعات الاقتحام نشاهد من يمين ويسار المنصة تقدم مجموعة من المركبات المنضمة إلى القوات والتي تم تصنيعها محليا بمعرفة وزارة الداخلية للمشاركة في هذا البيان وجميع المركبات مزودة بكاميرا من النوع بيتي زيد والتي تحقق الرؤية 360 درجة ومستوى حماية من النوع بي سيكس تتقدمهم من اليمين مدرعة الاقتحام والمعدة هيدروليكيا وتحتوي على برجين هيدروليكيين ومزودة ببرج في المنتصف به كاميرا بيتي زيد وتحتوي على معدات لفتح الثغرة كما تظهر من اليمين أيضا السيارة معاونة الاقتحام كاملة التدريع والتي تحمل تدريعا يصل عرضه إلى 7 أمتار ونصف بينما تظهر من اليسار سيارة الاقتحام متعددة المهام ذات السلمين الهيدروليكيين ويصل ارتفاعهما إلى 10 أمتار حيث تمكن القوات من اقتحام الأدوار المرتفعة تتقدم من يمين المنصة السيارة التكتيكية 650 والمنضمة حديثا إلى القوات ولأول مرة والمزودة بمستوى حماية بي سيكس حيث يسع الصندوق الخلفي للسيارة لأكثر من معدة ومركبة والسيارة مجهزة بمطلع رامب هيدروليكي لسرعة نزول وصعود المركبات ويظهر من أعلاها البرج الهيدروليكي المصفح والمزود بمزاغن لإطلاق النيران وما خارج في جميع الاتجاهات حيث يصل ارتفاع البرج إلى 5 أمتار ويعلوه كاميرا بيتزيد حيث قام فريق القناصة باتخاذ أماكنهم داخل البرج ويظهر أسفل الرامب الهيدروليكي سيارة الردع وهي إحدى مكونات سيارة الاقتحام 650 والمنضم حديثا إلى القوات والمجهزة بالرشاش المتعدد عيار 7-62 في 51 والمعززة بقاذف 40 ملي شديد الانفجار وبواعث لإطلاق الغاز المسيّل للدموع حيث يتم التحكم بها عن بعد ومزولة أيضا بكاميرا من النوع بيتزيد ومزولة بمنظومة الذكاء الاصطناعي حيث يمكنها تحديد ملامح الوجه للمطلوب وتوجيه السلاح تجاهه ومزولة أيضا بخاصية تحديد المسافات من خلال جهاز الليزر الغير مرئي هذا الوصف يجمع بين الأمان العالي والقدرات التكتيكية المرنة نشاهد أمام المنزلين الأول والثالث ظهور عنصرين من العناصر الإجرامية لاستطلاع الأمر وقامت قوات الإخفاء والتمويه الزراعي على الفور بالقبض والسيطرة عليهما وأعلى المنزل الثاني يظهر أحد عناصر البؤرة المسلح حيث قام الكلب البوليسي المدرب على الفور بانتزاع السلاح منه وعلى يمين المنزل الأول خروج أحد العناصر الإجرامية للتأكد من هدوء الحالة حيث قامت القوات خفيفة الحركة بالدراجة رباعية الدفع بالتعامل معه والقضاء عليه أعلى المنزل الأول نشاهد أحد عناصر البؤرة وقام فريق القناصة بالتعامل معه والقضاء عليه من برج السيارة تكتيكية 650 تتقدم من يمين المنصة سيارة الردع للتعامل مع مصادر نيران من منازل البؤرة الإجرامية تم إسكات النيران وتحييدها وجاء استقرار سيارة الردع لتأمين الظاهير الخلفي والتعامل مع مصادر نيران وتأمين القوات أثناء الاقتحام تتقدم نحو المنزل الأول سيارة الاقتحام والمعدة هيدروليكيا والتي يستقلها مجموعات الاقتحام من طلبة الكلية للسيطرة على الأدوار العليا وذلك من خلال الأبراج المدرعة والمزودة بها كما تتقدم مجموعات الاقتحام الأرضية في تشكيلات قتالية باستخدام الشلد المدرع لتأمين والسيطرة على المنزل الأول واستخدام المهارات التدريبية المختلفة لاعتلاء المبنى باستخدام مهارات الصعود المؤمن للسلم الخارجي ومن خلف السيارة كاملة التدريع تتقدم مجموعات الاقتحام من طلبة الكلية تجاه المنزل الثاني مستخدمين السلالم والروافع الخفيفة للسيطرة على المنزل الثاني تحقيقا لأعلى معدلات الأمان حيث يقوم الطلبة من يمين ويسار المنزل الثاني باستخدام السلم لاعتلاء المنزل نشاهد من اليسار تقدم المجموعات القتالية النسائية بالمدرعات الفورتبات وسيارة الاقتحام متعددة المهام ذات السلمين الهايدروليكيين حيث تستعد الطالبات لاعتلاء قمة المنزل الثالث من خلال السلمين من سيارة الاقتحام متعددة المهام بينما تتقدم مجموعة الاقتحام الأرضية من طالبات الكلية بتشكيل قتالية باستخدام الشلد المدرع وتظهر من أعلى المنزل الثالث مجموعات التأمين الرأسية بالحبال لتأمين النوافذ والشرفات أثناء عملية الاقتحام جدير بالذكر أن جميع العناصر المشاركة في اقتحام المنزل الثالث من طالبات الكلية بدء عملية الاقتحام والتطهير الآن تم ضبط البؤرة بالكامل وتطهير الأوثار الإجرامية وقد أصدر قائد المأمورية إشارة مفادها تمام الانتهاء اعتمد هذا البيان على تدريب فني تيكتيكي يتم تدريب الطلبة والطالبات عليه بالميادين المختلفة بالكلية يوم الدين رحنا في داها عملية الاقتحام سيّد كتنا ممن حكا في أبطال في مصر الدار نحن إرادة نحن إرادة وعزم شديد أبل بلدنا طورنا الطولة بالبحرين الحفل الكريم مع عروض الخيالة يبدأ العرض بعرض جنباز السواري ففي إطار حرص كلية الشرطة على الحفاظ على الإرث والتراث القديم وتنمية مهارات الطلبة لرياضة الفروسية سيستعرض مجموعة من الطلبة مهاراتهم لأداء حركات الجنباز أعلى ظهور الخيول أثناء سيرها والتي تتطلب مرونة وشجاعة عالية يظهر أمام حضراتكم الآن فرسان الكلية من طلبة كلية الشرطة حيث يقوم الفرسان الآن بالاستعداد والجاهزية لأداء حركات الجنباز النزول والصعود من أعلى ظهور الخيول أثناء عدوها ونشاهد الآن قيام الطلبة بالركوب على الجواد بوضع المقص وهي من أصعب الحركات التي تتطلب مهارة الفارس وتجانسه مع جواده ثم يقوم الفرسان الآن بفرد الجسم كاملا أعلى ظهر الخيول والذي يعكس قمة التفاهم بين الفارس وجواده وتختتم هذه الحركات بوقوف الفرسان أعلى ظهور خيولهم مما يعكس القدرة على السيطرة على الخيول والثقة بالنفس والشجاعة الحفل الكريم مع عرض ترويض الخيول نشاهد أمام حضراتكم مجموعة من فرسان وفارسات كلية الشرطة يستعرضون ما وصل إليه قمة التدريب بطاعة الخيول وذلك برقود الخيول على الأرض مع نوبة نوم وتأتي الآن لحظة نهود الخيول تزامناً مع نوبة يقظة حقاً إنها قمة الإبداع والطاعة ضيوفنا الكرام مع عروض رياضة الكلا يشار في هذا الصدد إلى أن فرسان كلية الشرطة دائماً في صدارة البطولات المحلية والدولية نشاهد من اليسار محاولة زوجية لالتقاط الأهداف الأرضية نشاهد من اليسار محاولة لإحدى فارسات الكلية لالتقاط هدف أرضي باستخدام المزرق يتم الآن تصغير لوحة التنشين حيث نشاهد الفارس في محاولة لالتقاط حلقة من القائم فالهدف الأرضي التقاط حلقتين مثبتتين باليد فالهدف الأرضي وعلى الرغم من خشية الخيول عند رؤيتها للنيران إلا أننا سنشاهد محاولة لالتقاط هدف أرضي مشتعلاً بالنيران وتنجح المحاولة مزيد من التركيز والدقة فالهدف الآن بين قدمي المدرب بالمواجهة التقاط هدف أرضي بين قدمي المدرب مرتكزاً على كلتي ركبتي نشاهد الآن قمة المرونة والتركيز في محاولة لالتقاط من ديل من على الأرض وتنجح المحاولة يشار إلى أن فرسان كلية الشرطة قد حصلوا على المركز الأول في البطولة العربية العسكرية التي أقيمت بالعاصمة الإدارية كما حصلوا على المركز الأول فردي في البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بموسكو سنشاهد الآن بياناً يوضح مدى التناغم والتناسق حيث ينقض الفرسان والفارسات على أهداف متتابعة بشكل متناغم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامنة التاسعة العاشر المطلوب من الفارس هو مجرد ملامسة الهدف حيث تقضي قواعد تلك الرياضة أن ملامسة الهدف تعني إصابته الحفل الكريم إيماناً من وزارة الداخلية بأنه لا غال ولا نفيس يحول دون أمن الوطن فقد عززت الشرطة قواتها بأحدث المعدات والمركبات نشاهد من اليسار قدوم وحدات المهام الخاصة تلك القوات التي تستخدم للتدخل في المواقف الأمنية المختلفة التي تستوجب سرعة التعامل ودقة التنفيذ أمام حضراتكم قائد الدراجات النارية من قوات المهام الخاصة ومن خلفهم مجموعة من الأنشات التي تستخدم في الدوريات والمناورات والبحث والإنقاذ السريع وتطل علينا المجموعات القتالية النسائية طالبات الكلية مستقلين أنواع مختلفة من المركبات كسيارة الدورية الأمنية يعقبها سيارتي التيوتا الفورشنر ومن خلفهما سيارتي الدوجرام المصفح وتستعد للمرور أمام حضراتكم السيارة السابربان المستخدمة في أعمال الحراسات الخاصة ومرافقة الوفود الرسمية وتظهر من خلفها المدرع الفورتبات المزودة بمنصة إطلاق وأجهزة رؤية ليلية كما تظهر أمامنا الآن المدرع المنبع والتي تستخدم في المداهمات ويستعد للمرور أمام حضراتكم مجموعة من المركبات المنضمة حديثا إلى القوات والمصنعة محليا بمعرفة وزارة الداخلية حيث تظهر الآن سيارة الاقتحام متعددة المهام ذات السلمين الهيدروليكيين ومن خلفها مدرعة الاقتحام والمعدة هيدروليكيا والمزودة ببرجين مدرعين ومعدات لفتح الثغرة كما يمر من أمامنا الآن السيارة معاونة الاقتحام كاملة التدريع وتحمل تدريعا بعرض سبعة أمطار ونصف ومن يسار المنصة تتقدم سيارة الاقتحام التكتيكية ستمائة وخمسون والمصممة خصيصا لعمليات الاقتحام والتعاملات الأمنية ومن خلفها الدراجة رباعية الدفع خفيفة الحركة ويظهر أمام حضراتكم الآن سيارة الردع أعلى الوينش المتحرك وهي إحدى مكونات سيارة الاقتحام التكتيكية ستمائة وخمسون ويتم إنزالها واستخدامها وتوجيهها تحت التحكم بالقرب من منطقة التعامل حيث تستخدم في اقتحام الأماكن شديدة الخطورة ويطل أمامنا الآن مجموعة من طلبة كلية الشرطة ذوي القدرات البدنية الخاصة الذين يخضعون لجرعات تدريبية عالية استعدادا لانضمامهم لقوات المهام الخاصة إنها حقا قوات تجسد الإرادة الحقيقية لوزارة الداخلية وستنضي مسيرة الأمن قدما تلبي احتياجات المواطنين يحدوها الأمل في غد مشرف ضيوفنا الكرام مع العرض العسكري للخريجين الجدد بسم الله غدت مصر آمنة مطمئنة بسم الله مضت مصر شامخة أبية بسم الله ترعاك يا مصر أياد فتية بسم الله تعلوا رايتك كل البرية السيدات والسادة أولياء أمور الخرجين يطل علينا في ساحة الاحتفال أبناءكم يتقدمون صوب المنصة حاملين علم مصر الحبيبة رمز رفعتهم وكرامتهم استعدادا للاستئذان لبدء مراسم التخرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يتقدم الآن قائد طابور العرض للاستئذان في بدء مراسم التخرق تمام يا فندم لواء محمد أبو الخير قائد طابور العرض العام أستئذان في بدء مراسم التخرق للاستئذان في بدء مراسم التخرق بمسافة عصر خطوات بين المجموعين وكيدا مرش السيدات والسادة أولياء أمور الخرجين تزدان بوابات أرض الاحتفال الآن بأبنائكم الخرجين ويتقدم الخرجين زملائهم حملة الأعلام ويظهر علم مصر الحبيبة ومن خلفه أعلام الدول العربية والإفريقية التي يدرس أبناؤها بالأكاديمية هذا العام وهي أعلام دول تشاد تنزانيا جيبوتي جنوب السودان جزر القمر رواندا سوتومي السودان سيراليون الصومال إفريقيا الوسطى فلسطين كازاخستان الكاميرون الكونغو ملاوي نميبيا النيجر حاملين على جباههم علامات من حضارة مصر العظيمة في دلالة على أن مصر تتسع لكل الأشقاء والأصدقاء ويتوسط علمي أكاديمية وكلية الشرطة علم الأكاديمية العسكرية المصرية وأعلام كتائب الطلبة متبعين في خطاهم علم البلاد المحفوظ في قلوبنا ها هو علم مصر يرتفع خفاقا في السماء في عزة وإباء فلنتفضل بالوقوف جميعا تحية للعلم عش كريما وعزيزا موطني وارفع الرايات فوق القمم إنني أقسمت ألا تنحني أو تعيش الضيم بين الأمم فسأفديك بروحي طائعا وسأبقى رافعا للعلمين يتفضل أسادة الحضور بالقلوس الآن مشاركة من طلبة السنوات الدراسية المختلفة لزملائهم الخرجين فقد سطروا بأكسادهم على الشباك في المواجهة كلية الشرطة دفعة ألفين وأربعة وعشرين ويمر الآن أمام المنصة لفيف من أبناء الكلية الحربية جاءوا اليوم ليشاركوا رفقاءهم في الضرب من طلبة كلية الشرطة حفل تخرجهم شكرا للمشاهدة فالتحيا مصر كريمة بأبنائها فهي لمن حولها قائدة في ود رائدة في محبة داعمة للصديق قاهرة محبطة للعدو إنها هبة النيل أم الحضارات حباه الله الأمنى والأمان ها هم أبناؤكم وقد أصبحوا جيلاً جديداً من ضباط الشرطة يحملون مشاعر الأمن بإرادة وطنية هادرة تجرف أمامها كل عثرة لبث الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين باتوا رجالاً تسبق أفعالهم أقوالهم لتحقيق الأمن تعلو ضمائرهم فوق أفعالهم وأقوالهم لإرساء الحق حريصونا على منح الطمأنينة لشعب مصر الأبي ترجمة نانسي قنقر لقد اصطفاكم الله لأن تحملوا رسالة من أقدس الرسالات وهي تحقيق الأمن والأمان لكنانة الله في أرضه فكونوا على قدر المسؤولية التي حملتموها تفانوا في أداء واجبكم المقدس اطلعوا بالمهام الجسام وحققوا الأمن لسائل الأنام الحفل الكريم يستعد أبناؤكم الطلبة الآن لأداء بعض التشكيلات العسكرية مرددين أناشيدهم الوطنية الحماسية ما أعظمك يا مصر وما أكرمك يا مصر أنت أغلى الأوطان سماؤك ظل وأمان وأرضك أمن وسلام حماك رب الأنام أدخلوها آمنين مصر وطن الآمنين رعاها رب العالمين عاشت مصر على الدوام أرض الحضارة والسلام تحيا مصر إن في مصر رجال ألوا على أنفسهم توفير الأمن والأمان للمصريين وحماية هذا الوطن والزودعن ولا يخفى عليكم أن تحقيق ما نصد إليه من تقدم الزهار في كافة المجالات يحتاج أولا إلى بيئة آمنة وأرض ثابتة وفي الحقيقة فإن الحفاظ على الأمن والأمان في بلد كبير بحجم مصر يتطلب جهدا كبيرا وإنكارا للذات وتضحيات جسام وفي هذا المجال فإن رجال الشرطة يبزلون العطاء دون انتظار أو مقابل ها هو علم مصر يبدو في الأفق مرفرفة وتحيطه المشروعات القومية الجديدة شاهدة على العبور نحو آفاق المستقبل سطرت طلبة بأكسادهم في ساحة العرض وعلى الشباك ما استقر في وجدانهم وعقيدتهم أدخلوها آمنين عاشت مصر ضيوفنا الكرام تبدأ الآن مراسم تسليم وتسلم القيادة كرام موسيقى المترجم للقناة 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 الثاني المترجم للقناة 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 من دولة فلسطين ثالثا مركز بحوث الشرطة أولى الدارسين بالكوادر الأمنية من الدول الأفريقية عن فرقة الشرطة المجتمعية وحماية حقوق الإنسان مفوض شرطة من كاندي فيفيان من دولة الكاميرون الأول على فرقة حماية الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة نقيب كانبين أكاديل من دولة كازاخستان ضيوفنا الأجلاء مع كلمة السيد وزير الداخلية طابور خريدي جنبين سلا بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيزي رئيس الجمهورية أصدق معاني الترحيب للتشريف سيداتكم والحضور الكريم الاحتفال بيوم الخارجين لنشهد لحظات غالية في حياة نغبة من شباب هذا الوطن اكتهدوا وصابروا طوال فترة دراستهم يقفون اليوم في صلابة حراسة للأمن ليؤكدوا أنهم جديرون بالانضمام لصفوق عطاء رجال الشرطة لترسيخ دعائم الاستقرار لهذا الوطن العظيم ومن دواعي الفخر والاعتزاز مواكبة احتفالنا اليوم لذكرى نصر اكتوبر المجيد الذي جسد بطولات ملحمة أبهارة العالم وفي هذه المناسبة يسعدني وهيئة الشرطة أن أتوجه بالتحية والتقدير إلى قواتنا المسلحة الباسلة راغين المولى عز وجل أن يكل المصارات التكاتف والتكامل بين جناحي الأمن بالأمة المصرية للمزيد من التوفيق والسداد السيد الرئيس تتقدم مصر بقيادتكم لتحقيق الإنجازات والتطوير في كافة المجالات مدعومة بإراطة وطنية لبناء دولة حديثة مما كان له عظيم الأصعر في قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات والأزمات المتتالية الناجمة عن تصاعد حد التصراعات والاضطرابات على المستويين الإقليمي والدولي والتي ألقت بزلالها السلبية على المقدرات السياسية والاقتصادية لشعوب العالم وفرضت على بلادنا تحديات كبيرة بحكم موقعها الجغرافي والمسؤوليات الواقعة على عاطقها لدورها الريادي في المنطقة وهنا تدرك وزارة الداخلية حجم التحديات التي تحيط بالوطن وتكسف الجهود لتحقيق مفهوم الأمن الشامل من خلال القراءة الدقيقة للتهديدات الأمنية المتنامية بالمنطقة والتصدي الحاسم لكافة صور خروج عن القانون وجهاض المحاولات اليائسة والمستمرة للتنظيمات الإرهابية ومن يشاركها أهدافها الآسمة لاستعادة توازنها وقدراتها لإحياء أنشطتها الهدامة عبل الترويج للأكاذيب والشائعات وتزييف الحقائق وتحرص الوزارة على اتخاذ أقصى درجات اليقظة واستمرار الأخذ بزمام المبادئة والاستباق الأمني في مواجهة ترك المخططات استنادا إلى وعي وتلاحم شعبي الجمع الكريم انطلاقا من أهمية الأمن باعتباره ركيزة جوهرية للتنمية تحرص السياسات الأمنية على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بمعدلات الأداء الشرطي والأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر لتحقيق نقلة نوعية في شادة قطاعات الوزارة وتوطيط دعائم منظومة أمنية متطورة تتكامل فيها مقاومات البنية التحتية وكفاءة المقدرات والمنشآت الشرطية مع استمرار تطوير الدعامة البشرية من خلال مرامج تدريبية عاملة وعلمية مدروسة تبدأ من أكاديمية الشرطة والمعاهد التدريبية وتستهدف بناء الشخصية المهنية واكتشاف القدرات لرجل الشرطة ليكون على جاهزية لأداء مهامه ومواجهة التطور المضطرد في آليات وأساليب الأنشطة الإجرامية التي باتت تعتمد على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مقاربها ويعكس هذا المشهد المتميز أمام حضراتكم وما يزخر به من مهارات وقدرات تدريبية اهتمام مزارة الداخلية بالتسلح بأحدث الوسائل ووسائل التدريب وفقاً للمؤشرات القياسية العالمية باعتبارها السبيل بفعالية الأداء الأمني وتوافقاً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي واستمراراً لجهود الوزارة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لأغراض الأمن فقد تم استحداث معهد تدريب تخصصي لنظم التكنولوجيا الأمنية والتطبيقات الزكاء الاصطناعي لصقل مهارات العاملين بمركز العمليات الأمنية المساحدة وتمكينهم من مواكبة التطور اللامحدود في هذا المجال وتطويعه لصالح إدارة ومتابعة العمليات الأمنية ومن المخطط أن يمتد دور المعهد ليستقبل المتدربين من الدول الشقيقة والصديقة وفي إطار استكمال تطويرة المنظومة البشرية لتحقيق التكامل في المفاهيم والأداء بين قوات الشرطة بمختلف كوادرها الوظيفية وامتداداً للنظم المطبقة بأكاديمية الشرطة تم إعادة صياغة المناهج التدريبية لبعاهد معاون الأمن لتصبح مدة الدراسة بها ثلاثة سنوات يتم خلالها تطبيق نظام التخصص الوظيفي بمجالات العمل الأمني المختلفة وأكسابهم الخبرات اللازمة والمعلومات الأساسية لاستخدام وزائل التكنولوجيا الحديثة فضلاً عن التدريب العملي بالمواقع الشرطية وفقاً للتخصص وصولاً إلى الجهازية الكاملة لمباشرة المهام فور إتمام الدراسة وفي دوق ما أفرزه الواقع العملي من نجاح ناصر الشرطة النسائية في الاطلاع بالعديد من المهام الأمنية وعلى رأسها تأمين وحراسة الشخصيات النسائية الهامة فقد أولت الوزارة اهتماماً بالتوسع في أعداد المقبولين من كوادر الشرطة النسائية بكلية الشرطة ومعاهد معاون الأمن وتزويدهن بالمهارات المتقدمة وتأهيلهن لخوض العمل في مختلف مجالات العمل الأمني فضلاً عن توسيع نطاق مشاركتهن في عمليات حفظ السلام الدولية اتصاقاً مع توجهات الأمم المتحدة للتوسع في إشراق العنصر النسائي ضمن القوات الشراطية المشاركة في بعثات حفظ السلام السادة الحضور يسعدني وهيئة الشرطة أن أتوجه بأبلغ عبارات التقدير لمؤسسات الدولة وأجهزتها لتعاونها مع وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الأهداف المشاركة لمسيرة العمل الوطني وبكل الوفاء والاعتزاز أتقدم بالتحية لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأبية والقوات المسلحة الباسلة كما أتقدم بتحية عرفان لأبنائنا مصاب الواجب متمنياً لهم السلامة وابتمال الشفاء للعودة إلى صفول البزل والعطاء كما أتوجه للسادة أولياء الأمور بخالص التهنئة فعندم شراكاء هذا النجاح تشاهدون اليوم أبناءكم في أولى خطواتهم للانضمام لمسيرة أجيال سبقتهم على ضرب الفداء والواجب أبناء الخريجين أديتم اليوم قسماً عزيزاً غالياً تلتزمون فيه بالوفاء للوطن والولاء لشعبه حاملين رسالتكم النبيلة في حماية أمن الوطن والمواطنين ماضين لنصرة الحق والعدل متمسكين بالشجاعة والمصابرة والإقدام في مواجهة التحديات فاجعلوا من قصمكم عقيدة راسخة ومنهج عمل وواجب وكونوا ملازاً للمواطن في تحقيق أمن وسكينته مهما تعظمت التضحيات السيد الرئيس سيشهد التاريخ لكم بكل التقدير والاعتراض والعرفان قيادة الوطن في ظروف عالمية وإقليمية بالغة التوتر والتعقيد وأعلنتم برؤية رشيدة أن مصر بسقاليها ودورها المحوري ستظل مدافعة عن حقوق شعبها وقضايا أمتها متمسكة بسوابتها لا تفرط أو تساوم عليها أرستم على تدعيم مقاومات الأمن والاستقرار في البلاد حتى أمكنكم الله بفضله وبإصرار الشعب وتعظروا في نسيج واحد من استعادة هوية الدولة وإطلاق مسيرة البناء والتنمية حفظ الله مصر وطناً كريماً عزيزاً وسدد بالحق كل خطاكم وسيبقى أبناءكم من رجال الشرطة على عهدهم خلف قيادتكم الحكيمة لديهم كل العزم والسبات لن يترددوا في التضحية بدمائهم وأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن شعبنا العظيم وحماية مكتسباته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الرئيس الحفظ الكريم لا يفوتنا في محفلنا هذا أن نذكر شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم لنحيا كراما فتحية عسكرية واجبة لشهداء الوطن ونستأذن حضراتكم في الوقوف تحية لأرواح الشهداء سلام الشهيد سلام 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 اشتركوا في القناة تحيا جمهورية مصر العربية 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 اشتركوا في القناة 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 على العملية التعليمية والتدريبية في الاكاديمية على الجهد وعلى الاداء المتميز اللي تمازد به الكلية خلال مش بس التخرج والاحتفالات التخرج النهاردة لكن الحقيقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بشكل يعني بسيط خالص خالص من غير ما نعمل يعني عشان ابقى متطمن ان الامور ماشية بشكل كويس والحقيقة كل مرة بنيجي بنتطمن وبنسعد بالمستوى ولسه فيه أفضل من كده ولسه فيه جهد أفضل من كده عشان يبقى دايما إحنا زي ما أنتو قلتم تشعاركم العلم والأداد لخريج أو الظابط وظابطة شرطة قادر على أنه يقوم بمهامه بشكل محترف وشكل علمي جيد بأحدث أسالي بالعصر أنا يمكن مش هكلم كتير قوي لكن أنا بس عايز أقول زي ما اتقال كده أثناء كلمة السيد وزير الداخلية أن المنطقة والعالم بتمر بظروف صعبة جدا وأن احنا حارسنا في مصر أن احنا تبقى ساستنا سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود وإحنا حذرنا منه وقلنا أن استمراره يعني حيؤدي إلى عواقب خطيرة في منطقتنا ويمكن في العالم وبالتالي محتاجين في بلدنا مصر أن احنا نبقى متفاهمين لده ونبقى متمسكين بسوابتنا سوابتنا أن احنا حرسين على أن احنا نكون بنمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية وده اللي احنا ماشينا عليه بقالنا سنين والحقيقة احنا في ظل الظروف اللي موجودة يعني على حدودنا الغربية والجنوبية ودلوقتي بقالنا سنة تقريباً على حدودنا الشرقية والتطورات اللي بتحدث وانتوا طبعاً متابعين كل حاجة هل ده يعني يجعل يعني يخلي شعب مصرين أنه هو بقى شعب مصر قلق بدون شك لازم نبقى لقانين عشان التطورات اللي بتحدث خطيرة جداً وممكن تؤدي إلى يعني توسع أو اتساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة واحنا يعني بقى لنا تقريباً قناة السويس تقريباً أكتر من 50-60% من دخلها احنا فقدنا أكتر من 6 مليار دولار خلال السبع تمن شهور اللي فاتوا مش عايزة أطيل عليكم في النقطة دي لكن عايزة أطملكم أن احنا بخير والأمور بفضل الله سبحانه وتعالى مستقرة ومن جيد أو من حسن لأحسن طول ما احنا في مصر طول ما احنا في مصر سبتين ومستقرين ومتحدين جميعاً ادينا في ادينا بعض ومتطمنين على أن احنا بندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا ويحفظ المنطقة ما أمكن ما أمكن دون التورد في يعني في أمور ممكن تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي بلدنا طول ما احنا كمصريين متماسكين ومتحملين أقولها بالطريقة دية متحملين بس في نقطة أضفها في الآخر خالص كده أقول من فضلكم من فضلكم انتبهوا جداً لأن طبعاً في الفترة دية ويمكن خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الإفتراء وحجم الشعاعات كان ضخم جداً جداً ما هو انتبهوا أن أنتوا أنتوا اللي وقفين دلوقتي يا مصريين مش عايزة ديت في الكلام كتير لكن المفكرين والمثقفين والإعلام واضح المهمة بالنسبة له وواضح الخطر بالنسبة له عملية الكذب زي ما بقول كده والشعاعات اللي بتطلق هنا وهنا والتهمات ليس لها والله أساس من الصح كلها يعني حقول ليه بس يعني بيقولوا كلام كتير مش مزبوط وأنا صريح معاكم وصادق معاكم دائماً وحفضل كده طوال ممارستي للمهمة هنا مرة تانية بهني الأسر وبهني الخرجين وولوهم خلي بالكم من نفسكم وتعاملوا مع أشقائكم وأبنائكم وأبناء مصر بما يليك باللي أنت تعلمتوه بالقيم ديت لا شك أن التعامل يعني مع الرأي العام ومع الشعب ومع الناس بيبقى يعني له له محاذير ولكن صبركم واللي أنت تعلمتوه في التعامل مهمة قوي قوي أنه هو يبقى دائماً قدام عينيكم عشان تبقى العلاقة القوية اللي أنتو بتجروا وتحاولوا أن أنتو تعززوها مع شعب مصر لما أهلنا كلنا تستمر وتزيد خلي بالكم من نفسكم وخلي بالكم من أساركم وإن شاء الله موفقين دائماً ورباني ووفقكم شكراً جزيلاً مش عارف لو قلت النصيحة دي هت خلي بالكم من حاجتين وزنك وزنك والسجاير حتى في الأفلام كلها اللي بتيجي يجي بزابط الشرطة السجارة ببقه خير يعني هو زابط الشرطة ما عرفش يفكر على بالسجارة ولا إيه هيا محمود خير خير إيه الكلام دا لا 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 السجارة والوزن ربنا يديكم الصحة ووفقكم ويحفظكم إن شاء الله شكراً جزيلاً طابور خريجين كتفان سلع اشتركوا في القناة